اختتمت فعالية التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي كليوباترا 2022 الذي تم تنفيذه خلال الأيام الماضية بالمياه الإقليمية الفرنسية وتضمن تدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والبيانات العملية كما تم تدريب على أعمال الاستطلاع البحري واعتراض الأهداف المعادية ومكافحة التهديدات غير النمطية وتدريب على تبادل الطائرات على أسطح القطع البحرية المصرية والفرنسية وقد شهد اللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوى قائد القوات البحرية يرافق الفريق أول بيار فونديي قائد القوات البحرية الفرنسية المرحلة الختامية للتدريب حيث استمعا إلى عرض تقديمي عن الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في المراحل الأولى للتدريب وقامت عناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية والفرنسية بتنفيذ عملية اقتحام سفينة مشتبه بها عن طريق الإنزال العمودي باستخدام الطائرة الهيليكوبتر وبالاشتراك مع اللنشات السريعة